بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على أله وصحابه من ولا سبحانك لا أجملنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمنا الكريم نزل نعطى في الأسنق ونفذ بك التحفة السنية بشرح المقادمة الأجرومية في قواعد نحو من العرب أو ثبا محمد محيم دين عبد الحميد بي سلطة رسيم النظير أوثى الأفعال وأنواعها قاربنا الجروم باب الأفعال الأفعال ثلاثة منظم مضارع وأمر نحو الضرب يضرب ويضرب قال الشارح ينقسم الفعل إلى ثلاث نقسام القسم الأول الماضي وهما يدل على حصول شيء في قبل زمن التكلم It is that which shows something happening, something occurring before the time of speech ضرب نصرى فتح عريمة حسيبة كرمة والقسم الثاني المضارع وهما دل على حصول شيء في زمن التكلم وبعده It is that which shows something happening either during the time of speech or after the time of speech نحو يضربوا لا إكسام يضربوا ينصروا يفتحوا يعلموا يحسبوا يكرموا أي الحال والاستقبال القسم الثالث الأمر وهما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم نحو اضرب وانصر وافتح وعلم وحسب وكرم وقد ذكرنا لك في أول كتاب هذا التقسيم وذكرنا لك معه علامات وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة بمجرد هذا إذا دعو الكلام We define each one And we mention the signs In which you can tell that something is a Nazi or a mضارع هو أمر نقوس أمر هي بالصيغة للأمر به اللام أمر باللام أنت بالمضارع وأمر بالصيغة هو يتوقنا بعض هي يضرب أنصرون لدي وظهر مفزنة أحكام الفئر He says فقال ما جرون فالماضي مفتوح الآخر أبدا فالماضي مفتوح الآخر أبدا أي لفظا أو تقديرا كما سيئت إن شاء الله والأمر مجزوما أبدا أي كالمجزومي ذي الشارع ومنشن وحكم وفعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه that's the more accurate term البناء على ما يجزم به مضارعه because the أمر is مبني it's not معرم and so it's not right to say it's مجزوم so here there is essentially a كاف التشبيه which is missing كالمجزومي طيب والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة التي يجعها قولك أنيتو so the مضارع is that which has at its beginning these four letters that are considered زائلة right and they are gathered together in the phrase أنيتو we call them حروث المضارع وهو مرفوع نبدا مضارع so it's always mرفوع حتى يدخل عليه ناصب أو جازم من تليل ناصب أو جازم أنتز opponent I mean the case is where the mضارع becomes مبني وأن نون توكيد خفيفة ثقيل أنتز opponent أو نون نسوة كما مرة معنا ليوفر أنساز وأقول بعد بين المصنف أنواع الفعالي أشبع في بيان حكمي كل نوع منها فحكم في المضارع البناء على الفتحي so the rule when comes to the mضارع is that always مبنيا على الفتح مبنيا على الفتحي وهذا الفتح canada be ظاهر إما يكون ظاهرا وإما مقدرا canada be ظاهرا مقدرا أما الفتح الظاهر ففي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك so the first type of fiil which can accept الفتح الظاهر is الصحيح الآخر أي does not end in a century أي الصحيح الآخر but does not end in a حرف إلا again also with an important note الذي لم يتصل به واو جماعة that is not connected to its end أي واو جماعة واو ضمير رفع متحرك أي ضمير that is in the that is متحرك when it has a حرك on it and it is in the case it is in the position of the of the طيب so الفتح الظاهر occurs on ماذا it occurs upon أي فعل ماضي that is الصحيح الآخر which does not have at its end a واو جماعة or a ضمير رفع متحرك Likewise في كل ما كان آخر هو من أو ياه if you have a فعل ماضي which ends in a واو then that also can have a فتح ظاهر like مثلا رضي يا شقي يا أنزني يا سروا بذوا you see these are all افعال ماضي لو فعل ماضي that is في آخره و و أو ياه so you can see here clearly the فتح ظاهر بذوا سروا شقي يا رضي يا راكوز أكرماء قد ماء سافر سافرت سافرت it's not a واو جماعة ضمير رفع متحرك right so في كسيرة فتحة إذ ظاهرك لحظرة سعاد إلى آخره طيب آسفة الفتح المقدر فتحة مقدرة لأنه three times فهو على ثلاثة أنواع لأنه إما يكون مقدرا للتعذر التقديم بأزبادات التعذر وهذا في كل ما كان أخير ألفا إذا فعل ماضي أنزلنا الألف لأن فتحة مقدر and the reason for what prevented فتحهم become an apparent is التعذر نحو دعا ساعة here we say فعل ماضي مبني على الفتح على الفتح ليس مبني على الفتح بل ليس فتح مقدر منع من ظهورها التعذر so we say دعا ساعة فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهورها التعذر و هذا الفتح على الألف و هذا يقول مؤكري فكل منهما فعل ماضي مبني على الفتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر و إما أن يكون الفتح مقدرا للمناسبة يعني بجتوة المناسبة اشتغال محل بالحراشة المناسبة و ذلك في كل فعل ماضي اتصل به و هو جماعة أي فعل ماضي دعا سألت أني و هو جماعة بذن بي سيدة فتحة المقدر ready منع من ظهورها اشتغال跑inoani بالحرائه المناسبة و هو الضمة كتبوا منع المبني على الضم هذا يسمونه على المدني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال محلي بالحرائه المناسبة فكل الم منهما فعل ماضي نبني على فتح مقدر المقدر المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحلي بحرائه المناسبة وواه الجماعة يفقص مع كل منها فاعل مبني على السكون في محل رفع وإما أن يكون الفتح مقدرا لدفع كراهة تغالي أربع متحركات وذلك في كل فعل ماضي اتصل به غمير رفع متحرك كتاء الفاعل ونون الجماعة ونون النسوة طيب certain words when they are four letters we don't give them four حركات we don't give them four حركات like مثلا دحرج 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 has four letters دالحرج دا أحزا فتحة دا أحزا فتحة دا أحزا فتحة in order to avoid four letters that are consecutive with four حركات we give the حاء a سكون similarly with جعفر right and similarly with كتبت and كتبت and كتبتي and كتبنا and كتبنا طيب and the reason why the reason why these words طيب are we apply this حكم of دحرج and جعفر on these words is because no fi'il can be without a fa'il so if you are كتبت right كتبت كتب is the fi'il and the ta is the fa'il أو كتبنا right كتب is the fa'il the noon is the fa'il since the fa'il needs a fa'il لكل fa'il we treat we treat the fa'il and the fa'il when they come together as though it's one word even though technically it's two words كتب is a fa'il and the noon is a fa'il they are two words but they're brought together in one word and the fa'il needs a fa'il so we say we treat it as though it was جعفر or دحرج and so we apply the qa'ida of the four letters the four letters that come together consecutively in one word we must ensure that one of them has a سكون and not all four of them have a حركة but let's say مثلا you have نصارك نصارك نون صاد ر it's all متحرك where is the qa'ida here we say the qa'ida doesn't lie why because the qa'ida is mfa'ul bi and the fa'il does not need mfa'ul bi okay good so of course دميرة متحرك neither you one of the ta'ul fa'ili أو نون الجماعة نون النسوة كتبت 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 I'm doing I wrote كتبت you wrote كتبت she wrote كتبنا طيب فكل واحد من هذي الافعالي فعل ماضي مبنيا على الفتح المقدر على آخي من عمي ظهورها اشتغال المحلي بالسكون العارض لدفع كرات التوالي أربع متحركات كتبت 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 السكون كتبنا سكون كتبنا سكون this is المشتغال المحلي to avoid for consecutive لا إذن متحرك من عمي ظهوري اشتغال المحلي بالسكون العارض لدفع كرات التوالي أربع مستحركات فيما هو كالكلمة الوحدة which is why فيما هو كالكلمة الوحدة it's a very important point I'll write it earlier because كتبت كتبت is actually two words but since they come together consecutively and every فعل needs a فعل we treat it as always one word and so we give it the same حوم as we would دحرج أو جعفر which of course are one one word جعفر is one word دحرج is one word and we apply the قاعد of عدم متوالي أربعي متحركات the likewise we'll apply it here because it's like one word كالكلمة الوحدة because we said كتبت is the فعل التاة is the فعل and فعل needs a فعل so we can treat it as one word but in the case النصارك is a فعل مفعول به we say we can have all four letters with a متحرك no problem they're two different words كوتو بوكم these are again all letters that have the same كوتو بوكم because كوم here is a مفعول به and the فعل does not need a مفعول به right because جملة فعلية can say فعل and a فعل so we can say you can have four متحركات here because it's two different words or like together they're written as one but it's actually two different words طيب good والتأوو أو ناء أو النون فاعل they're all right مبني على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون في محلي رفع which case we're talking about here طيب والله تعال عدم the author says وحكم فعل الأمري البناء على ما يلجم به مضارعه the فعل أمر is مبني على ما يلجم به مضارعه according to the مضارع and what state of wisdom it has لأن كان مضارعه صحيح الآخر إذا مضارع صحيح الآخر ويلجم بالسكون and it's given the state of wisdom السكون كان الأمر مبني على السكون the أمر will also be مبني على السكون وهذا السكون إما ظاهر أو مقدر أن السكون can be ظاهر apparent or مقدر implicit so we have فعل مضارع which is صحيح الآخر like مثلا يضرب يضرب if I put لم in front of it it becomes لم يضرب الأمر will also be مبني على السكون إضرب good and this school can either be ظاهر apparent or مقدر فالسكون الظاهر له موضعع it has two places أحدهما أن يكون صحيح الآخر ولما تصل به شيء صحيح الآخر and nothing attached to it like مثلا اضرب اكتب there's nothing attached to it والثاني أن تصل به نون النسوة أو نون النسوة ترسلتو اضربنا اكتبنا مع الاسنادي إلى النون النسوة and of course we are attaching اضرب to the نون النسوة meaning we're saying that هت اضربنا right meaning you feminine pro هت اكتبنا you feminine pro right so that's an important point to note and it has one موضع and it has one موضع مفتوح but the reality is that the film is مبنيه على السفوق المقدر المقدر طيب وإن كان مضارعه معتل الأخر مثلا يسعى يدعو إلى آخره فهو يجزم بحذف حارف الله the tiredism will be of course to remove the حرف الحل فالأمر منه يبنى على حذف حارف العل like why is that فالأمر بل مبني على الحذف وهو حذف حرف إلاك عدعو تقضي إسعى وإن كان مضارعه من الأفعال الخمسة if the مضارع is فهو يلجم بحذف النون كما مرى معنى فالأمر منه يبنى على حذف النون like اكتبا اكتبو اكتبي ما اكتبن sorry يكتباني تكتباني إلى آخر به right when you make a merzum it's going to say اكتبا تكتبا right and so when you can't fight تدفع الأمر يبنى على ما يرجم به مضارع and you say اكتبا اكتبو اكتبي طيب good يؤثر للمجلولة تدفع المضارع بعثهم الفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد من أربعة أحرف إجابها قولك أنايت دفع المضارع has at its beginning one of these four letters حروف المضارع أنايت أو نأيت أو أتينا أو نأتي طيب so these are the four they are the four حروف we call حروف المضارع and they are all زائدة حرفون الزائد أي ليس من أصل الكلمة فالهمزة المتكلم همزة denotes first person مذكرا كان أم مؤنثا whether it is masculine or feminine like أفهم أعلم أكتب إلى خير والنون المتكلم الذي يعظم نفسها than one cannot be for the متكلم who glorifies himself like الله سبحانه وتعالى نخلق نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أدع المحسن طيب المتكلم الذي يعظم نفسه the royal we for example أول المتكلم الذي يكون معه غيره أول المتكلم who has someone else with him لمن essentially نفعل we do two or more I and someone else طيب نفهم والياو للغائب the yeah denotes third person يقوم he stands والتاوري المخاطبي أو الغائبة لتاكم عاد بي for the mخاطب second person or the gaibe third person أنت تفهم يا محمد واجبك you or muhammad understands the lesson ونحن تفهم الغائبة زينب understands الغائبة 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 أي the feminine third person طيب that's an important قيد feminine third person تفهم زينب زينب تفهم واجبها تفهم طيب هي تفهم طيب طيب زائدة بل كانت من أصل الفعل نحو أكل نقل تفل ينع أو كان الحرف زائدا لكنه ليس يدلاج على المعنى الذي ذكرناه نحو أكرم أو تقدم كان الفعل ماضيا لا مضارعا so in these two cases if the حرف is not زائدة فكضاف مثلا أكلا the hamzah is not زائدة راضة من أصل كلمة على وزني فعلا نقلا so the noun here is what not زائدة راضة من أصل كلمة although it begins تفعل تفعل these are all words أفعال ماضية likewise in the case of أكرمة تقدمة these are again yes زائدة من الفعل يعني ماضي مزيفي right بحرف but the hamzah here does not denote التكلم it does not denote me or I وعكوازي تقدم does not denote المخاطب أو الغائبة then we say الفعل إذ ماضي أكرم إذ ماضي أكلة إذ ماضي نقلة إذ ماضي تفلة إذ ماضي ينعى إذ all ماضي طيب good وحكم الفعل المضارع أنه معرب ما لم تتصر به نون توكيد ثقيرة كانت أو خفيفة أو نون نسو as you mentioned earlier الفعل مضارع معرب unless there is a نون التوكير وإذ ماضي خفيفة ثقيرة على أن أو أي نون نسو فإن اتصرت به نون التوكيد بنية معها على الفتح إذ ماضي التوكيد أتح أن أن وإذ مضارع المضارع على الفتح لحو قوله تعالى لا يسجلن ولا يكون من الصغير لا يسجلن نون توكيد ثقيرة ولا يكون من الصغير من توكيد خفيفة وإن اتصرت به نون النسوة بني معها على السكون إذا نون النسوة لن يسجل على السكون نحو قوله تعالى والوالدات يرضعنا يرضعنا طيب السكون يرضعنا وإذا كان معربا فهو مرفوع ما لدخل عليه ناصبا أو جازم أنه فتس معرب لنه بمرفوع أصلا لتجرده من ناصب أو جازم نحو يفهم محمد يفهم أنه فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب وجازم وعلامة رفعه الضم الظاهرة محمد فعل عليه ناصب إذا ناصب أنتزب نصبه أي نصب لفعل المضارع نحو لن يخيب مجتهد فلن حرف نفي ونصب مستقبال ويخيب فعل مضارع من نصب ملا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ومجتهد فعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة وإن دخل عليه جازم جزمه نحو لم يجزع إبراهيم فلم هنا حظ نف وجزم وقلب ويجزع هنا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وإبراهيم فعل مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهرة إذا ناصب أنتزب فعل المضارع إذا نصب وإذا نصب فعل المضارع إذا نصب مجزوم وإذا نصب وإذا نصب الأفعال إذا نصب المضارع فقال ابن عجل روم فالنواصب وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا منجحود وحتى والجعب الفاء والوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أنسى وفقك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته